الله أنك كفو يا شيخ كفو أشكرك المحور الفرنسي فوفانا ماذا عن هذا اللاعب الذي يلعب في نادي لانس الفرنسي لم نسمع عنه في الساحة الأوروبية كاللعبين العالميين الذي تفاوضهم الأندية السعودية لماذا قاتل عليه النصراويين بكل شراسة وماذا عن شراكته مع اللاعب الكرواتي بروزوفيتش في مركز المحور ماذا سيضيف هذا اللاعب لمنظومة نادي النصر الجديدة كل هذه المحاور الساخنة في برنامج سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أسعد الله أوقاتك يا يا مرحب يا إمبراطور القناة يا مرحب والله بعاصم يا هلو والله مسهلة يا هلو غلاء فوفانا ها إيه والله فوفانا طيب قبل فوفانا ممتاز جيب المئة ألف بإذن الله المئة ألف الهدف عن طريق حالات كرة القدم دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير بالشير بإذن الله سوف نصل إلى هذا الهدف وصح راح يا عبد الرحمن خلنكن صريحين أنا وإياك عندنا هدف أيضا ثاني ننقل الكرة السعودية كتحليل رياضي وكإثراء رياضي ننقله نوعية إن شاء الله بإذن الله وكل هذا بدعم المشاهدين وأنا أطالب الآن أي شخص يتابعنا يلا يتبس له ويضغط زر للاشتراك ويضغط زر لللايك ويدعمنا برضه بمنشن باقتراح أو أي شيء يعني في خاطر نقدمه للمشاهدين والله هنك كفو يا شيخ كفو أشكرك وباسم الله نبدأ أدخل تويتر فوفانة يا سلام إنستجرام النصر يفاوض فوفانة أطلع على اليوتيوب المشاهد المؤثرين النصر يفاوض فوفانة لاعب النصر الجديد فوفانة قاعد تفكر أقول يا أخي فوفانة أول مرة أسمع فيه للأمانة أول مرة أسمع فيه فوفانة طيب الناس قاعدة تفاوض اللي فاوض محرز اللي فاوض ماني اللي انتهى من لاعب عالمي اللي هو كريم بن زيمة كانتين عندي الاتحاد فوفانة ليش قاتلون عليه من هو فوفانة أصب طيب ممتاز اللاعب فوفانة هو لاعب فرنسي عمره 28 سنة هذا اللاعب هذه معلومة يعني صادمة لعب في منشستف سيتي من عام 2014 إلى عام 2016 لكن للأشف لم يلعب ولا مباراة وعيره إلى نادي فولهام الإنجليزي لمدة موسم وأعيرها بعدها إلى نادي فرنسي في الدرجة الثانية في عام 2015-2016 بعد انقضها مدة عقده مع نادي منشستر سيتي هالسنتين التي انقضت كإعارات مع هذه الناديين انتقل بعدها من عام 2016 إلى 2020 مع نادي أودينيزي الإيطالي نادي أودينيزي معروف في الدوري الإيطالي كان تقريبا مش كلاعب أساسي ترتكز عليه منظومة أودينيزي لكن مرات يلعب مرات ما يلعب لكن بروز هذا اللاعب مع نادي لانس انتقل في عام 2020 إلى نادي لانس الفرنسي ونادي لانس نادي معروف في الدوري الفرنسي لمن يتابع الدوري الفرنسي بعد انتقال مين؟ انتقال ميسي بد انتقال ميسي وجود امبابي ونيمار نادي لانس نادي معروف خاصة آخر سنة في الدوري الفرنسي هذا اللاعب من أكثر اللاعبين البروزا في الدوري الفرنسي ممكن أنك تحط بعض نجوم بريسان جرمان المعروفين هذا اللاعب يعني لها أصداء في الدوري الفرنسي جداً أول شيء السبب تخيل انه بعد انقضاء موسم الدوري الفرنسي هو لاعب تقريباً 34 مباراة أخذ تقييم 7.10 كتقييم عام بعد نهاية الموسم انت لما تجيب تقييم 7 وما فوق كنت لعب كويس تخيل ان نجاب هذا اللاعب تقييم 7 كوتوتو الكامل معناته لاعب ما هو بعادي للأمان بس يجيك البعض يا عاصم يقول يا أخي الدوري الفرنسي بعضهم يسقط يقول دوري الفرنسي دوري في اللاحين ومن هالكلام شوف لما تقارنوا بالدوريات الخامسة الكبرى هو على خير كترتيب ممكن نظل الناس تفضل البرتغالي على الفرنسي ولأخير اللي يرفع أشهم الدوري الفرنسي ترى النجوم اللي يستقطبها بريسان جرمان هذا بالنسبة لللاعب فوفان تفضل طيب يا عاصم الآن لما نجي نفصل لللاعب نادي النصر راهن عليه وجابها اللاعب وانقع معاه المدرب الجديد لنادي النصر كاسترو كيف راح يوظف هذا اللاعب في هذه المنظومة خصوصا بعد انضمام اللاعب المعروف الكرواتي بروزوفيتش المدرب كاسترو مدرب يؤمن كخطط في الملعب بثنائي بالمحور محور تقليدي رقم شته ومحور رقم ثمانية أنت محور رقم شته حليته جبت من أعظم المحاور في العالم بروزوفيتش رقم ثمانية لماذا قاتل عليها النصراويين؟ هذا اللاعب فوفان لاعب رقم ثمانية لكن بنمط مختلف نوعا ما بتقول لي كيف هذا اللاعب سجل في الموسم الماضي مع نادي لانس لما تقارن لانس ومنافسته في الدوري ما تقارن بأنديا مثل بريسان جرمان مثلا سجل هذا اللاعب سبع هداف صنع خمسة هداف من هذه الإحصائية وش يتبين لك أنه لاعب وسط أنه تسجيله أكثر من صناعته صح ولا لا؟ صح هذا اللاعب حل تهديفي عظيم لأي فريق لما تلاحظ لاعب زي فوفاني لما يستلم الكورة هو لاعب يسمى لاعب يسمى بمصطلح في الكورة رنر لاعب راكض يمشك الكورة ويركض فيها عنده هذه الإمكانية أنه يمشك الكورة في أي مكان في الملعب ما يتخلص من الكورة تحت الضغط مثلا أنه يباصي أنه مثلا يدور على الكورة يدور على نفسه لا هو يمشك الكورة يقدر ينطلق فيها يقدر يخترق عمق الملعب كامل وفي ميزة عاصم برضو البنية الجسمانية لللاعب يعني ما شاء الله إذا جاءك لاعب يركض وفي نفس الوقت بنية الجسمانية هذا قاعد يكسر خطوة الدفاع ممتاز أنت تعرف لاعب الهلال معروف موشا مريقا معروف هذا لاعب زي موشا مريقا في مركز المحور لما تشوف موشا مريقا يمشك الكورة ويروح يركض 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 صح؟ هذا اللاعب زي موشا مريقا لكن كلاعب محور حلو التشبيه يمشك الكورة ينطلق فيها في العمق يراوغ عنده ترى قدرة عالية في المراوغة معدلات مراوغاته عالية جدا لاعب مراوغ ولاعب يقدر يركض ولاعب قدمه تعرف طريقة المرمع ولاعب دائما جريء في التستيد فهي بيحل مشكلة ممكن يعاني منها فريق النصر لما تتكفل عليه بعض الأمور يقدر هذا اللاعب مع تاليسكا أنهم يحلون هذه المشكلة طيب الآن يا عاصم لما نتكلم عن بروزوفيتش وعن اللاعب فوفانا أنت تعرف المدرب الجديد لما بيلعب مثلا بيفتح عرض الملعب بالأظهرة أو سواء بالأجنحة لكن دعنا نتكلم عن الأظهرة ممن اللاعب من هذين اللاعبين اللي هو بروزوفيتش أو فوفانا اللي ممكن عنده الإمكانية أن يغطي ما خلف الأظهرة أنا أقول لك لعب تقليدي محور 6 ومحور 8 بروزوفيتش يعني بروزوفيتش بيكون مسؤول عن المساحات بيكون مسؤول عن التصعيد بالكور طبعا زينت أن هذه الثنائية ثنائية عظيمة لما تقالنا مثلا كانت وفابينه ثنائية فيها تخالط في تشابه الصفات في تشابه الصفات في تخالط أدوار فهذه بترجع للمدرب لكن هذه الثنائية مفصولة 6 و 8 بروزوفيتش بخصائص وفوفانا بخصائص أخرى مختلفة تماما بروزوفيتش ما يسدد ولا يقدر يعطيك حلول تهديفية ولا يقدر يعطيك مثلا أنه يزيد لك كأنه مثلا يكون حل تهديفي أو عنصر مفاجئة ما يسويها بروزوفيتش ومستحيل يسويها أنك تقدر تغير مركزه لاعب 6 بامتياز بإحكام وهذا لاعب 8 بإحكام طب راح نشوف نقلة نوعية هيا بروزوفيتش ما عليه كلام بس مركز الرقم 8 راح نشوف نقلة نوعية عن الموسم الماضي هذا اللاعب يسوي نقلة نوعية لأنه أنا أعتقد أنه هذا هذا اللاعب أول لاعب ممكن يجي لدورينا عنده هذه القصاص لاعب 8 هو راكض راكض يمسك الكورة يقدر يخترق هذا اللاعب ممكن لما تشوف لاعب مثلا عالمي ممكن تشبهه فيه ممكن تشبهه مثلا كوفازيتش كوفازيتش لاعب التشلسي والمنطقة اللي ناديه مينشستر سيتي هذا اللاعب لما يشتم الكورة يقدر يخترق الملعب يقدر يركض بالكورة ها أيضا ممكن تشبهه بيايا توري يايا توري أيضا عنده هذه القدرة طبعا يايا توري مع بط على البط طبعا بيايا توري هذا اللاعب سريع أسرع من يايا توري فهذا اللاعب أول لاعب يأتي بخصائص زي كده في دورينا فأنا صراحة متحمس للثنائية مع بروزوفيج صراحة للأمانة يا عاصم يعني لاعب بهالبنية الجسمانية وأنه لاعب راكض ولاعب مهاري للأمانة راح يحل مشاكل كثيرة بنادي النصر خصوصا في الوسط وراح نشوف تنافس قوي جدا في الدوري السعودي الموسم القادم من ناحية خانات الوسط شوف شوف الهلال من جاب شوف الاتحاد من جاب والنصر الآن قاعد داخل بقوة يمكن يجيك الأهلي بعد فبيكون يعني الوسط الموسم الجاي حريقة ايه بسعاد كيف تطلع أفضل من هذه اللاعبين لكن أنا الصراحة يا عبد الرحمن فوفانة وتلسكة فوفانة يحب الأماكن اللي يلعب فيها تلسكة كيف بيوظف تلسكة وفوفانة إنهم كيف بيتشاركهم بعض الأدوار طيب تلسكة خلف مهاجم وفوفانة بيجيك شخص يقول يا ابنة حلال أنت قاعد تتفلسكة علينا هذا قدام المحور وهذا خلف المهاجم ايه بس أنا أقول لك أن فوفانة يفضل أنه دائما يطلع الأماكن عالية في الملعب يطلع قدام كثير للباب يطلع للأماكن اللي يلعب فيها تلسكة فهمت؟ اللي هي بين محور الخصم وبين قلوب دفاعه دائما تلسكة يلعب في هذه المنطقة أيضا فوفانة ترى يفضل للعب في هذه المناطق فأنا أشوف 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 الأفكار اللي بيدخل فيها مدرب نادي النصر وصراح متشوق خامة لاعب زي هذا أنه يجي اللاعب لدورينا نبدأ نستمتع طيب الآن تكلمنا عن ميزات اللاعب أنا ودي تفصل للعيوب الآن النصر وقى مع فوفانة يجيك النصراوي يقول يا أخي أنا طيب بكرة وش بتخوف منه من هاللاعب كثير من الناس تكلموا عن الميزات لعب مهاري وشفنا المقاطع لكن نبي نعرف وش الأشياء اللي تعيب هذا اللاعب طيب فوفانة تخيل إنه فريق النصر قابل فريق قاعد يلعب على مفاتيح اللعب مفتاح اللعب النصر الأول بالخروج بالكرة بتطوير اللعب بروزوفيتش تخيل إنه هذا اللاعب قابل نادي النصر مدرب قدر يتعامل مع بروزوفيتش منه بيكون الحل منه بيكون الحل في تطوير الهجمة النصراوية في عملية التدرج بالكرة إذا أنت قفلت على بروزوفيتش هنا تتكمن مشكلة نادي النصر لعب فوفانة ما يقدر يقوم بهذا الدور هنا هنا المشكلة أيضاً تاليسكا ما يقدر يقوم بهذا الدور فأنا أقول لك إنه هذه ثنائية تقليدية بامتياج ستة بإحكام يعني يمكنني جيك مدرب ذكي يقول يا أخي أنا الآن بركز على بروزوفيتش ممكن إنه هذا يكون نقطة ضاعف لنادي النصر لا تحسب إني عادت أنا داهية أني أطيت خلطة سحرية للمدربين لا لا يا عاصم شوفوا يا متابعين ترى البرنامج كله عبارة عن وجهة نظر وجهة نظر وجهة نظر وجهة نظر ممكن أن يكون مخطئين ممكن أن يكون مصيبين هذا شي يعني يرجع للمنطقة لسأنا أمزح معك أنا أقول لك إني أنا قلت أني جبت الخلطة السحرية عادة عادنت من يوم ما أخذت رخصة التدريب ما تشوفني شيء طيب يعني أنت تشوف هذه نقطة ضاعف لنادي النصر لما أركز على بروزوفيتش ممكن أن يكون فيه خلل بالنسبة لأن لاعب زي ما قلت لك فوفانا ما عنده هذا الخصائص ترى مرات لاعب المحور الرقم ثماني عنده يجمع بين خصائص الافتكار صح ستة وثمانية ايه وخصائص أنه يقدر يطور الهجمة وخصائص الرؤية وخصائص وخصائص يجمع بين خليط من هذا وهذا وهذا مشكل بس أنه يبرز في حاجات أنا أقول لك فوفانا عنده الحد بالزيادة عنده الحد بالركض عنده الحد بالقوة الجسمانية فأنا أقول لك أنه هذه الإشكالية أنه عنده صفات حاد فيها وقوي جداً يكاد ينتصر قوة إلى 95 بجميع طيب عاصم لكن زي ما قلت لك أنه طب الصفات كلاعب رقم ثماني ما عنده هو الأسلوب التقني فيه أشياء خارج الأمور الفنية تعيب اللاعب ليه؟ هل أنك معرفة أو علم عن وضع المزاجي باللعب؟ طبعاً وضعه مثلاً بالكروت الحمرة الصفرة؟ طبعاً شوف لما تتكلم عن لاعب يلعب بالدوري الفرنسي للأسف يعني ما أنت متابعة للدوري أصلاً غير أنك ما أنت متابعة لللاعب لكن أعتقد أن اللاعب هذا من خلال متابعتي مقاطع كثيرة عن اللاعب من بريات لانس تابع اللاعب الحاله اللاعب هذا فيه حذرة شوي حتى عاصم مش اللاعب المتهور في شيء أكد كلامك بعد أنت بداية الحلقة تكلمت أن هذا اللاعب بالذات أنه التقييم عنده ما شاء الله فوق السبع فهذا دليل على أن الرتم ثابت يعني ما فيه أي مزاجي ممتاز وغير كذا ترى الكروت الحمر تنجل من قيمة التقييم فأعتقد أنه قليلاً حصول على الكروت الحمر وأنا ما عندي الأرقام ممتاز طيب فيه عيوب ثانية لهاللاعب زي ما قلتك أنه جامع صفات وقوي فيها بس ما عنده صفات الثانية ممتاز ممتاز بس باختصار سؤال إيه أو لا صفقة ناجحة لدي النصر صفقة ناجحة للنصر وناجحة للدوري أنه أول مرة لاعب يجينا بهالخصاص ممتاز إن شاء الله نشوف دوري قمة الإثارة إن شاء الله الجميع الأندية أعطيك العافية الله يعطيك العافية ويا متابعين الله يعطيكم العافية حنا لنا هدف نوصل مئة ألف مشترك بإذن الله وهذا ترى ما يجي إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم وعن طريق خل عن طريق أصبر يا ابن حلاء الآن أي شخص يتابعنا الله لا يهينا زر للاشتراك وزر لللايك وأي شيء أي ملاحظة في هذه الحلقة أو أشياء حابين نضيفها مستقبلاً يكتب بالمنشن بالتعليق وشاكلين لكم حسن الاستماع والمتابع الله يشهدك عبد الرحمن شك وهذا الشي ما يتحقق إلا بحالات كورة القدم الثلاث تافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله وسلام عليكم اشتركوا في القناة